ايه رأيك انا حب قوي يا استاذة لينا اخد رأي العلم فمعينا على التليفون دكتور هيبا دهب استشاري الطب النفسي مساء الفل يا دكتور مساء النور ولم يا دكتور عمل اسباب الكئابة العامة وهل الستات اللي كئيبة اكتر ولا الرجالة طيب خليف لا ولو لكم متاء الخير مساء الخير لكل ديوفكم الرجالة كئيبة اكتر ولا الستات بشكل عام الستات اكثر استثارة يعني تكوين الجسد وفكرة الهرمونات اللي بتتقلب زي مثلا الهرمون اللي ممكن تتقلب بسبب البيريوت او الولادة او الهرمونات بتتغير في جسمنا بسبب الحمد فاحنا ده بيخلينا اكثر استثارة مش كئابة يعني نبقى متقلبين المذاك لحد كده تمام فهما بيسمونا بسبب التقلب المذاكي ده ان احنا ايه لا احنا نيكاديين لا احنا لا هي اصل متقلبة المذاكي فهي ممكن تبقى شوية متضايقة وشوية تانية فرحانة جدا عايز جدا للدنيا كويس طيب الرجالة اكثر كئابة خلينا ما لقنهاش كئابة قد ما نشوف ان الرجالة اكثر تحمل المسئولات يعني لو حد فينا النهاردة قرر ان هو يقعد من الشغل ومش عايز مسئوليات تمام المفروض ان ليها قب اخ زوج ابن هيصرف لكن الرجل بيحس ان كل مسئوليات الحياة مخصوصا لو معاه واحدة تاس مش بتشاركه ماليا او ماديا عليه هو فالمصاريف بكل اشكالها عليه المسئوليات حتى الادبية والاخلاقية عليه طبعا هو بيبقى حاسس بكم من الاعباء اكتر شوية من الست فده بيخليه حريط اكتر انا يعني مش حابة نستخدم بمصطلح الكئابة لان فكرة الكتاب فكرة صعبة مش سهلة طبعا سواء كانت لراجل او كانت لست في الحالتين في صعوبة فخلينا نقول ان ان سواء راجل او ست ممكن يكون عنده استعداد انه بشخصية اكتر ابي اه طب دي ليها علاقة بالوراث اه برد ايه ده بجد والله اه طبعا يعني لو الاب والام فرفيش هطلعوا العيال فرفيش والعكس صحيح الاب والام لو فرفيش ومعندناش جينات في العيلة مشكلة ان العيلة مش بس ابو وام ابو وام وخان وام وجد واجداد وكده لو احنا عندنا تاريخ مرضي في العيلة لمسلا مرض زي السكري او مرض زي الضغط مش ده بيخلي وارد عندنا في الاجيال الجاية انه ممكن نكون احنا مرضى من الضغط او السكر او متابة طبعا نفس القصة عندنا في الامراض النفسية وارد جدا بسبب ان احنا الاب او الام كانوا بيعانوا من الاكتئاب فوارد ان الصفل يطلع شخصية اكتئابية او يطلع عنده مريض اكتئاب ففي حتة ورصية برضو فلازم احنا حتى بنقبل عالجواز او الاختيار او كده يبقى مركزين اولي في الاختيار علشان ده عندكو حد كايف فعلتكو ولا عندكو حد رخم يعني ده برضو ممكن ان هو الاسف يتورث وبيبقى بقى الامراض اللي بتصل فيها حيثة الوراثة بتبقى اقوى طبعا في اللي هتاخد مننا احنا وقت اكبر في العلاق اكيد طيب دكتور هيبة ازاي ان انا اكيب ان انا يبقى عندي مود لطيف ان انا حتى لو في حاجات حوالي عوامل بتخليني مضغوطة سواء ان تبقى في الشغل في الشارع اه متخنقى مع صحابي اه في مود مش لطيف ازاي احافظ على مود يحاول على قد ما اقدر ان انا منسقش ورا ان انا ابقى ميلة شوية للاكتئاب كده او ان انا ابقى متضايقة كده كلام جميل جدا اه اول حاجة اول حاجة هنتكلم في حاجتين صحتي يعني حاجات صحية ومانهاش عارف حتى بالاكتئاب او غيره بس هي بتحسين المذاك العام ان انت تاكل اكل صحي وان انت تنام كويس فالصهر والاكل الفاتفو دول حاجات دي بتساعد جدا على التقلب المذاك يعني انا ما عنديش حاجة في حياتي انا كويس بس انا اكلي كله من برة نومي متلغبس اه ما باكلش كويس ما باشربش مياه بشكل كويس انا هنا عندي مذاك تقاجل حتى هو لو انا ما عنديش حاجة اه كحاجة فانشن او حاجة وظيفية في حياتي طيب انا حصل للمدة سواء ان انا اه عندي مشاكل او 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 اول حاجة حاول واحد نفس بعمق اتعلم التنفس الاسترخاص اثنين بعد المرحلة دي هتبدأ تحلل ايه اللي حصل بموضوعية انا التحليل ده انا كنت فيه مخطط في ايه والظروف اللي حوالي اه فيها ايه مشكلة طيب معرف لاش نعمل الكلام ده حتى في وقتنا تأكد من جواك ان كل مشكلة لها حل طيب ما لا والله ده يا دكتورة المشكلة دي ما لهاش حل هقول لحضرتك ان التقبل هو الحل انا متقبل ان انا بعاني من مرض معين او من الوجع معين انا بعاني من ان انا مش مرتاح احسن حاجة في الشغل انا بعاني ان انا عندي مشاكل اسرية حلو بس لما هنتقبل جزء منها هنعيش بحنا مرتاحين افضل طبعا صح فبقول لنفسي طب ازاي ممكن اغير منها ازاي اساعد نفسي ان انا اغير من حاجة قدرت اساعد نفسي على ان انا اتغير كان بها مقدرتش على طول علي التقبل مقدرتش اعمل الاتنين طبعا يبقى انا محتاج اعمل شوية دعم نفسي ممكن على يد متخصص ده طبعا شيء صحي جدا. جدا. دكتورة هيب دهب شكرا ليك على المعلومات القيمة دي. شفتي بقى لينا? طلع كشخص فعلا. اه. هو شخص. زرامت الرجالة والستات. لا بس انا صراحة استغربت قوي من معلومة ان الكئبة دي طلعت وراسة. يعني لو في شخص في العيلة كئيبة يعني عن العيلة كلها. ده موضوع اه كان بالنسبالي غريب. لو اهرب يعني من عيلة لو فيها شخص. اعمل ايه? اعمل ايه? لأ ده انت ابنت خلتك كئيبة انا مش هينفع اتجوزك. عندكم جينات كئيبة في العيلة. طيب طبعا عرفنا رأي العلم وقلنا رأينا وازون الناس كمين في البيت. قلت رأيها تعالوا بقى نطلع على الفاصل عشان نكمل حلقتنا ونرجع لكم تانية على طول خليكم معايا.